الزبدة الزبدة من كل ما تقدم من كلام السائلون سألوا ما هي الخطوة الأولى في طريق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم جاء الجواب مني علينا أن نعرف الواقع الذي نتحرك فيه بعد المقدمات التي أشرت إليها الواقع الذي نتحرك فيه فيه مساران مسار التعجيل ومسار الإرجاء ومسار الإرجاء هو الغالب والحاكم على واقعنا الشعي مسار التعجيل هو مسار القرآن ومرت علينا الآيات والروايات والأحاديث إلى أن وصلت معكم إلى هذه الزبدة هذا هو تكليفنا تكليفنا في هذه الجملة الموجزة وهذا التكليف صادر من إمام زماننا وبخط يده هكذا وصل إلى السفير الثاني وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا هو تكليفنا علينا أن نكثر الدعاء بتعجيل الفرج لكن الدعاء من دون عمل لا قيمة له الدعاء من دون عمل كالعملة الورقية النقدية من دون غطاء رسمي يشكل قيمتها هل لها من قيمة إنها ورقة صغيرة لا قيمة لها قيمة الورقة النقدية إذا كنا نتحدث عن قيمة حقيقية لها لا عن قيمة مفترضة تفترضها الدولة بسبب حالة خراب وضعها الاقتصادي أتحدث عن قيمة حقيقية للورقة النقدية لن تكون لها قيمة حقيقية إلا بوجود غطاء قيمة حقيقي لها الدعاء من دون عمل كورقة نقدية ليس لها من غطاء قيمة حقيقي لا معنى للدعاء عينئذن الدعاء الذي يريده إمام زماننا ويأمرنا أن نكون مكثرين فيه يريد يريد منا دعاء مصحوب بعمل وإلا سيكون هذا الكلام لغوا بحسب قوانينهم بحسب ثقافتهم بحسب ما علمونا من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار هذا هو تكليفنا من قبل إمام زماننا الذين يسألون دائما ما هو تكليفنا الشرعي لماذا تسألون ني أنا أو تسألون مراجع السفاهة والتفاهة في النجف تسألون أصحاب العمائم هذا هو إمام زمانكم قد شخص لكم تكليفكم زمان غيبته صلوات الله عليه هو الذي أصدر الأمر إلينا وأكثر الدعاء بتعجيل الفراج الأساس هو العمل الأصل هو العمل والدعاء هو إنعكاس عن العمل لابد أن تعرف هذا ليس العمل إنعكاس عن الدعاء الدعاء إنعكاس عن العمل علينا أن نعمل أولا وبعد ذلك ندعو لا أن ندعو أولا ثم نعمل هذا المنطق منطق أخرق مقدمة الدعاء العمل شرط الدعاء العمل روح الدعاء العمل قيمة الدعاء العمل علينا أن نعمل أولا ثم ندعو فالإمام حين قال لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج بالضبط مثل ما قال لنا القرآن أقيم الصلاة أقيم الصلاة يعني تطهر ثم صل هذا معنى أقيم الصلاة حينما يأمرنا القرآن بإقامة الصلاة إنه يأمرنا بالتطهر أولا وبعد ذلك نصلي إذ في قوانين هذا الدين لا صلاة إلا بطهور فعينما تأتي الأحكام وتأتي التفاصيل التشريعية لن تكون متناقضة هناك حقيقة شرعية لا صلاة إلا بطهور وفصلت لنا الشريعة أحكام الطهور هذا فعينما يأتي الأمر الشرعي بإقامة الصلاة يعني أن نتوضأ أولا أن نتطهر أولا بالطهارة الواجبة أكانت وضوءا أكانت غسلا بأي لون من ألوان التطهر أن نتطهر أولا وبعد ذلك نصلي وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج لا بد أن نعمل أولا ثم ندعو هذا هذا هو الذي يريده منا إمام زماننا وهكذا يفهم حديثهم مثل ما أقول لكم لا بد أن نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم هذه قاعدة من قواعد التفهيم من أن الدعاء لا قيمة له من دون العمل الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتار فحينما نأتي إلى بيان إمام زماننا وهو يقول لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج إنه يأمرنا بالعمل أولا وبالدعاء ثانيا فهذا هو تكليفنا الشرعي وأعتقد أن صورة باتت واضحة لديكم وصلنا إلى هذه الخلاصة إلى هذه الزبدة من أن تكليفنا الشرعي هو أن نتحرك في مسار التعجيل أن نكثر من أدعية تعجيل الفرج وتلك إشارة واضحة أن نكثر من عملنا الذي يكون سببا في تعجيل الفرج أن نكون مسارعين أن نكون سباقين وسابقين يضاف إلى كل هذه المعطيات لابد أن نعرف أن خطرا داهما هو في حالة رصد وفي حالة مراقبة وفي حالة مسابقة معنا هناك خطر داهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الخمسين إنه الحديث الخامس من الباب الثالث والثلاثين بداية سند الحديث في الصفحة التاسعة والأربعين متن الحديث في الصفحة الخمسين بسنده عن جميل بن دراج وغيره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول إمامنا الصادق وقد قال هذا الكلام أيضا أمير المؤمنين في أيامه إذا ما رجعنا إلى الحديث المعروف بحديث الأربعمائة والمصدر كتاب الخصال لشيخنا الصادق من جملة الموضوعات المهمة التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف هو هذا المضمون الذي يحدثنا به هنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بادروا أولادكم بالحديث بأي حديث بحديث محمد وآل محمد بحديثهم المفسر لقرآنهم وبحديثهم المفهم بحديثهم بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئ أو المرجئ والقراءتان صحيحتان بادروا أولادكم أنتم في حالة مسابقة في حالة مبادرة المبادرة مسابقة المبادرة مسارعة المبادرة تعجيل هناك خطر داهم وهؤلاء المرجئة مرجئتان مرجئة نواصبي سقيفة بني ساعدة ومرجئة الشيعة وكثيرون من شيعة العراق مرجئة منذ زمان الأئمة صلوات الله عليه الإمام هنا يحذر من المرجئتين والمرجئة الثانية مرجئة شيعة أخطار لأن الإمام الصادق في رواية التقليد بيّن لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه جيش يزيد هؤلاء مرجئة النواصب مرجئة سقيفة بني ساعدة أما مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هؤلاء مرجئة الشيعة وهم أخطر وهم أضر فتحذير إمامنا الصادق هنا من المرجئة بالدرجة الأولى من مرجئة الشيعة أقرأ عليكم رواية في رجال الكشي هذا هو رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 247 رقم الحديث 458 عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور عبد الله بن أبي يعفور من وجوه الشيعة من أصحاب الأئمة إنه عراقي كوفي الإمام يسأل أحد أصحابه ويبدو أنه من أهل الكوفة لأن ابن أبي يعفور توفي في الكوفة هو كوفي عراقي الإمام يسأله شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور الإمام في المدينة وهذا جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإما أن كان مسافرا إلى الكوفة أو أنه كوفي وقد قدم لزيارة الإمام بالنتيجة الإمام سأله شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير قطعا الشيعة سيكونون حاضرين في جنازة وجه من وجوههم وشخصية من شخصياتهم إنه عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق ماذا قال أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة في زمان الإمام الصادق والإمام يتحدث عن الكوفة وعن شيعة العراق من أن مرجئة كثيرين في شيعة العراق الإمام يسأل بعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير الإمام الصادق هكذا علق أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة نعود إلى الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة إنهم مرجئة الشيعة بالدرجة الأولى المرجئة هم المؤخرة الذين كانوا يؤخرون برنامج الأئمة هذه المجموعات القذرة كالسبائية وكالخطابية الأنجاس ألا لعنة على الخطابيين على الأموات والأحياء منهم ألا لعنة ألا نار في قبورهم السبائيون الخطابيون الأنجاس المغيريون الشعيريون هذه المجموعات النصيريون هذه المجموعات إلى الفطحية إلى الإسماعيلية إلى الواقفية هذه المجموعات كلها مرجئة كلها تقع تحت هذا العنوان قد يطلق عنوان المرجئة على المقصرة بلحاظ التقصير وبلحاظ البترية العقائدية ولكنه يطلق أيضا على كل هذه المجموعات بما فيهم أولئك الغلاة الأنجاس يطلق عليهم لأنهم جميعا واقفة هؤلاء كلهم واقفة وقفوا عند حدود ضلالهم الواقفة قد يطلق بشكل خاص على الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفار لكن في ثقافة العترة هذا العنوان ليس خاصا بهؤلاء وإنما ينطبق على كل الذين وقفوا عند حدود ضلالهم وما تحركوا باتجاه ساحة الهدى باتجاه أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل أولئك واقفة لا لعنة على كل الواقفة من الأموات ومن الأحياء بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجع هناك خطر دهم يحدق بنا إنه خطر المرجع ومرجعة الشيعة أخطر بكثير من مرجعة نواصبي سقيفة بني ساعدة هكذا نقرأ في أحاديث الظهور الشريف هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات الماضية وشرحتها لكم إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة مرت علينا هذه الرواية ووقفت عندها طويلا وشرحتها لكم إلى أن يقول إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق إنه عبد الأعلى الحلبي هو الذي يسأل الإمام الجواد وعلى الكوفة خندق مخندق إمامنا الجواد يقول عبد الأعلى الحلبي يقول خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة إنها نخيلة النجف إنها نخيلة العراق حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها من مرجئة الكوفة إنهم مرجئة الشيعة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم 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 من جيش السفياني فيقول لأصحابه استطردوا لهم الرواية بتفاصيلها أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الرواية وإنما أريد أن أشير إلى وجود المرجئة زمن الظهور ومن أنهم هم الذين سيخرجون مناصرين للسفياني وسيرفعون سلاحهم في وجه إمام زماننا الحجة بن الحسن من الذين يتحكمون بالكوفة زمن الظهور إنهم مراجع شيعة إنهم مراجع حوزة الطوسي ألا لعنة على هذه الحوزة القذرة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة والذين سيبادون الإمام الجواد يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر سيقضى عليهم تماما سيقضى على مرجئة الشيعة وعلى قوات السفياني التي تتواجد في النجف والكوفة في وقت الظهور الشريف هؤلاء هم المرجئة الذين يجب علينا أن نتوقع خطرهم الداهم ومن هنا دائما أقول لكم نظف عقولكم من خذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء لأنهم سبقوكم إلى عقولكم سبقونا إلى عقولنا عبر أجدادنا وآبائنا الذين يقدسون هؤلاء الحثالة إمامنا الصادق يأمرنا أن نبادر وأن نسارع المبادر مسارع أن نسبق المرجئة كي نعلم أولادنا حديث محمد وآل محمد سبقونا وعلموا أجدادنا وعلموا آباءنا وعلموا أولادنا وعلمونا نحن أيضا قذاراتهم ملأت بيوتنا ملأت رؤوسنا قذارات مراجع حوزة الطوسي في كل مكان في الواقع الشيعي لذا قلت لكم في بداية حديثي من أن الواقع الشيعية ما بين مسار التعجيل ومسار الإرجاء لكن مسار الإرجاء هو المسار المتحكم والمتسلط في واقعنا الشيعي منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا قطعا قطعا زماننا هو أسوأ الأزمنة المتقدمة مرجعية السيستاني هي أسوأ مرجعية عبر التأريخ الشيعي في عقيدتها الإرجائية هذا الكلام ليس كلاما سياسيا أنا لا أتحدث بلسان السياسيين لا شأن لي بالسياسة هذا حديث العقيدة أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه شرعا سأسأل عنه لأن الآخرين إذا قبلوه مني سيرتبون عليه آثارا هذا الكلام الذي أتلفظ به سأحاسب عليه وسأسأل عنه أقول من أنني ما قرأت ما قرأت في المكتبة الشيعية وأتحدث بشكل خاص في الجانب العقائدي وأعتقد أنكم تعرفون مدى اطلاع على ما كتب في الجانب العقائدي في المكتبة الشيعية وفي غيرها لكنني أتحدث الآن عن المكتبة الشيعية برامجي هي التي تخبركم عن ذلك عودوا إلى برامجي وستعرفون هذه الحقيقة إنني ما قرأت ما قرأت في المكتبة الشيعية منذ أقدم أيامها وإلى يومنا هذا أقذر مما كتبه محمد باقر السيستاني مما كتبه في كتبه كتبه موجودة منها كراسات صغيرة وهي كثيرة ومنها كتب كبيرة مطبوعة وقد تحدثت عن بعض هذه الكتب في حلقات هذا البرنامج المتقدم هذا الكلام أنا مشؤول عن ما قرأت أقذر وأوسخ مما كتب في العقائد في المكتبة الشيعية مما كتبه محمد باقر السيستاني النجل الثاني للمرجع السيستاني وهو يسطر أفكار والده لأن السيستاني نفسه لم يكتب في العقائد شيئا حتى حينما توجه إليه الأسئلة يوكل الإجابة إلى أشخاص آخرين لا يجيب على الأسئلة العقائدية لألا يفتضح أمره لا يريد أن يتدخل في هذا الموضوع لكن ولديه محمد رضا ومحمد باقر يمثلان فكره فيما ألف وكتب وأتحدث هنا بشكل خاص عن الكتب العقائدية والفكرية التي كتبها محمد باقر السيستاني إنها أقذر وأقبح ما كتب في المكتبة الشيعية منذ قديم أيامها وإلى يومنا هذا محمد باقر السيستاني هو يعكس أفكار أبيه من هنا فإن مرجعية أبيه تتبنى كتبه لهذا سبب لأن أفكار السيستاني يمثلها ولده محمد باقر في كتبه التي كتبها وألفها صدقوني لم أقرأ أقذر وأوسخ من هذه الكتب من كتب محمد باقر السيستاني لو أن أحدا سألني وقال لي من أنني لا أعرف شيئا عن العقيدة في محمد وآل محمد وأنا في حيرة من أمري لا أملك إلا ما كتبه محمد باقر السيستاني وما كتبه علماء الأزهر مثلا صدقوني سأنصحه أن يقرأ ما كتبه الأزهريون عن محمد وآل محمد وسوف أحذره من الاعتماد على كتب محمد باقر السيستاني لو سألتم لو سألتموني عن كتب محمد حسيان فضل الله هي كتب مرجئية بترية تقصيرية قد تكون أسوأ من كتب الوهابيين أتحدث عن الكتب العقائدية لمحمد حسيان فضل الله هذا بحسب وجهة نظري قد تختلفون معي أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد لكنني بنيت معتخدي وفقا للطلاع دقيق على كتبه وقيمت ما قرأت في كتبه وفقا لمقاييس العقائد عند محمد وآل محمد التي أستند فيها إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أنتم على ماذا تعتمدون تلك مشكلتكم هذا الذي أنا أعتمد عليه فإنني أفضل كتب محمد حسين فضل الله على كتب محمد باقر السستاني مع أن كتب محمد حسين فضل الله كتب سيئة للغاية لكنها بالقياس إلى كتب محمد باقر السستاني أفضل منها بكثير مثل ما قلت لكم لم أقرأ عبر التاريخ الشيعي في المكتبة العقائدية الشيعية كتبا أقذر وأوسخ وأبعد عن منهجي محمد وآل محمد ككتب محمد باقر السستاني التي هي إنعكاس لفكري وعقائد أبيه وأنا لا أتحدث في غرفة مظلمة أنا أتحدث ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية وقد تحدثت عن هذه الكتب القذرة الوسقة في نفس هذا البرنامج في حلقات متقدمة وسأعود إليها في قادم الأيام إن جرت الأمور بأسبابها سأعود إليها ففيها الكثير والكثير من القذارات العقائدية السستانية هذا هو الواقع الشيعي وهؤلاء هم الذين شحنوا عقولنا وعقول عوائلنا وعقول الشباب الشيعي وعقول خطباء المنبر وعقول الشعراء الحسينيين وعقول الرواديد شحنوا كل العقول هذه بالثقافة المرجئية القذرة من هنا فإن إمامنا الصادقة يقول لنا بادروا بادروا أولادكم بالحديث بحديثنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة المرجئة سبقت وسبقت عرفتم الآن ما المراد من التعجيل إننا في حالة مسابقة في حالة مسابقة مع الوقت في حالة مسابقة مع هذا الخطر الداهم إنه خطر المرجئ إذا وصلنا إلى زمن الظهور والعقول معبأة بقذارة عقائد السيستاني وأمثاله من مرجئة حوزة النجف وكربلاء فإننا ذاهبون إلى مواجهة إمام زماننا ومحاربته نظفوا عقولكم بادروا إلى عقولكم ونظفوها من قذارات حوزة النجف وكربلاء من قذارات كل المراجع من الأموات والأحياء قذاراتهم واحدة هؤلاء مرجئة هؤلاء بترية تابعوا معي هذه الحلقات وستطلعون على العجب نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليك فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يغوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآية السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة البقرة هكذا تصفهم الآية الشريفة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون هذه الأوصاف تنطبق على الذين خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد حين خاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الذين ينقضون عهد الله ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ميثاق الله بيعة الغدير الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يقطعون ما أمر الله به أن يوصل على سبيل المسابقة على سبيل المسارعة على سبيل المعاجلة على سبيل الفرار هؤلاء يقطعون الطريق مراجع النجف قطعوا الطريق على الشيعة وقبل أن يقطعوا الطريق على الشيعة فيما بينهم وبين إمام زمانهم قطعوا الطريق على أنفسهم إنهم واقفة وقطاعوا طريق لقد وقفوا عند مرحلة التنزيل ورسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل ستقاتل الأمة على التأويل سقيفة بني ساعدة حبست نفسها في مرحلة التنزيل ووقفت هناك مراجع النجف كذلك حبسوا أنفسهم عند النقطة التي وقف عندها نواصب سقيفة بني ساعدة وقطعوا الطريق على أنفسهم وفي الوقت نفسه قطعوا الطريق على الشيعة لقد وقفوا عند مرحلة التنزيل وقطعوا الطريق على أنفسهم ولم يوصلوا الحركة باتجاه مرحلة التأويل لقد وقفوا عند حدود الموافقة اللفظية لبيعة الغدير ولم يتحركوا للعمل بمواثيقها قطعوا بيعة الغدير ففسروا القرآن بحسب المنهج العمري خلافاً لمواثيق بيعة الغدير واستنبطوا الأحكام وفقاً للمنهج الشافعي خلافاً لمواثيق بيعة الغدير واستنبطوا العقائد من علم الكلام الناصبي خلافاً لمواثيق بيعة الغدير وجاءوا إلى حديث أهل البيت ودمروه بعلم الرجال الناصبي خلافاً لمواثيق بيعة الغدير لقد قطعوا بيعة الغدير ووقفوا عند حدود الموافقة اللفظية فقط عند الإقرار اللفظي فقط وقفوا عند حدود الألفاظ ولم يتحركوا باتجاه العمل هؤلاء واقفة وقطاع طريق لقد وقفوا عند مواصفات معينة اقترحوها في محمد وآل محمد ولم يتحركوا ولم يتحركوا باتجاه ما ذكره محمد وآل محمد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم ما ذكروا في كل ذلك من مقاماتهم العالية ومن شؤونهم وأسرارهم الغيبية أنكروا كل ذلك وشككوا فيه فكانوا واقفة هؤلاء واقفة لست أنا الذي أقول لست أنا الذي أقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول هذا الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس الصفحة السادسة من حديث أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر إنه حديث المعرفة بالنورانية بعد أن فصل ما فصل في حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين فقال مخاطبا سلمان وجندب جندب هو أبو ذر تقرأ جندب وتقرأ جندب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال الأمير صلوات وسلام علي من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى قد انتهى وبلغ وكمل الإمام يتحدث عن البيانات التي ذكرت في حديث المعرفة بالنوراني وهو لم يتحدث عن كل شيء ذكر جانبا من مقاماتهم وشؤوناتهم الغيبية الكلام ليس عن هذا الحديث وإنما عن هذه الجملة التي سأقرأها عليكم ومن شك ومن شك وعند من العناد ومن شك وعند وجحد وماذا بعد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب هذه أوصاف واحدة المقصر والناصب والواقف القضية في اصطلاح الواقفة ليست مخصوصة بمجموعة البطائن هذه حالة من حالات الوقف وإلا فالسبائية واقفة والخطابية واقفة والمغيرية واقفة والمرجعة واقفة ومراجع حوزة الطوسي واقفة لأن هذا الوصف ينطبق عليهم هم أساسا يرفضون حديث المعرفة بالنورانية يعدونه حديثا ضعيفا يسخرون منه لا يقبلونه لا يقبلون مضامينه الإمام يقول ومن شك وعند وجحد وواقف وقف عند حدود ضلاله عند حدود جهله عند حدود علم الرجال فضعف الحديث وضعف مضمونه فهذا واقف هؤلاء واقفة والواقفة كما وصفهم إمامنا الرضا كلاب ممطورة هذا كلام الأئمة ما هو كلامي أمير المؤمنين يتحدث عن الواقفة في زمانه هذا حديث مع سلمان وأبي ذار الواقفة في زمان الإمام الكاظمي جاءوا متأخرين عن زمان أمير المؤمنين فالإمام هنا يتحدث عن الواقفة في زمانه ومن شك وعند وجحد وواقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب من وقف عند مقاماتهم الغيبية مشككا مضعفا للأحاديث فهو واقفي هو كلب ممطور كالكلاب الممطورة التي تحدث عنها إمامنا الرضا هذا ما هو حديثي هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يقطعون المسارعة يقطعون التعجيل يقطعون المسابقة يقطعون الطريق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون هذا المضمون تكرر في سورة الرعد في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار المضمون هو هو ماذا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة ويصفهم بهذا الوصف ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار من هنا ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ من رجال الكش من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية وتسعة وخمسين رقم الحديث اثمانمية وتسعة وستين بسنده عن أبي القاسم الحسين بن محمد ابن عمر ابن يزيد عن عمه عن جده عمر ابن يزيد قال دخلت على أبي عبد الله عمر ابن يزيد يقول دخلت على الإمام الصادق صلوات الله عليه دخلت على أبي عبد الله فحدثني مليا في فضائل الشيعة حدثني مليا حدثني كثيرا في فضائل الشيعة ثم قال إن من الشيعة من الشيعة نحن نتحدث عن مرجئة الشيعة عن واقفة الشيعة إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب إن من الشيعة بعدنا بعد الأئمة بعد الإمام الصادقي إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب قلت عمر ابن يزيد يقول قلت جعلت فداك أليس ينتحلون يعتقدون أليس ينتحلون حبك ويتولونك ويتبرؤون من عدوكم قال نعم ينتحلون يعتقدون ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم ومع ذلك الإمام يقول من أنهم شر من النصاب إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب قلت جعلت في ذاك أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم قلت جعلت في ذاك بين لنا بين لنا بين لنا كي نعرفهم بين لنا فلعلنا منهم قال كلا يا عمر ما أنت منهم إنما هم قوم يفتنون بزيت يتحدث عن الزيدية هنا يفتنون بزيت ويفتنون بموسى يتحدث عن الإسماعيليين ويتحدث عن الواقفة الزيديون واقفة أيضاً وقفوا عند حدود ضلالهم والإسماعيليون والإسماعيليون كذلك وواقفة البطائن والقندي البطائن هو علي البطائن والقندي هو زياد القندي هؤلاء من كبار مراجع الشيعة في زمان إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم إمامنا الصادق يقول إن من الشيعة بعدنا بعد الأئمة من هم شر من النصاب عمر بن يزيد الذي كان يحدثه الإمام الصادق يقول قلت جعلت في ذاك أليس ينتحلون حبكم يعتقدون حبكم اعتقاداً ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم قال قلت جعلت في ذاك بين لنا بين لنا كي نعرفهم فلعلنا منهم قال كلا يا عمر ما أنت منهم إنما هم قوم يفتنون بزيد الزيدية على اختلاف فرقهم ويفتنون بموسى هناك الإسماعيليون وهناك الواقفة مراجع النجف واقفة وقفوا وقفوا على سبيل المثال وقفوا عند أحكام الخمس في زمن الحضور ولم ينتقلوا إلى أحكام الخمس في زمن الغيبة حيث أباح الإمام الخمس زمان الغيبة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الأسوأ في الوق هم مراجع النجف وكربلاء لأن وقفهم في جميع الاتجاهات وقفوا في مرحلة التنزيل وقفوا في بيعة الغدير وقفوا عند الكتاب وتركوا العترة في حديث الثقلين وقفوا في مسألة الخمس وقفوا في مسألة التعظيم وقزموا المشروع المهدوي وقفوا في مسار الإرجاء ولم يتحرك في مسار التعجيل إنهم واقفة وقفوا عند مقامات تقصيرية بترية للمعصوم هم افترضوها فيه وقفوا ووقفوا هؤلاء واقفة بتمام المعنى هذه المضامين تنطبق عليهم أليس ينتحلون حبكم هذا ينطبق على مراجع النجف وكربلا ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم بحدود ما يعتقدون بحسبهم ولكنهم شر من النصاب وهذا يأتي منسجما مع رواية التقليد التي تتحدث عن مراجع التقليد زمان الغيبة الكبرى فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصف فيها أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه صفحة 460 رقم الحديث 872 الرواية عن إمامنا الجوات عن محمد بن علي الرضا صلوات الله عليه هكذا قال الواقفة هم حمير الشيعة هذا الاستعمال الذي أستعمله في أحاديثي عن وصف المرجئة بالحمير ما جئت به من عندي إنني جئت به من القرآن من سورة الجمعة وجئت به من رواياتهم وأحاديثهم الإمام الرضا يقول الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هم أضل سبيلا من الحمير نحن نتحدث عن البشر الحمير البشر الحمير أسوأ تريليونات المرات من الحيوان الحمار الحيوان الحمار هكذا هو خلق هذا بالضبط مثل ما ينقل عن رجل كان يشرب الخمر وأحد أقربائه كان مجنونا كان جالسا بجانبه فهذا الذي يشرب الخمر على أساس أنه عاقل هكذا قال لهذا المجنون تعال وشاركني في شرب الخمر المجنون ماذا قال له قال له أنت تشرب حتى تصير مثلي أنا إذا أشرب أصير مثل من فأنت على أساس عاقل جاي تشرب خمر بالنتيجة تصير مثلي زين آني إذا أشرب أصير مثل من دليني على واحد أصير مثله قال له لا عمي ما أريد أشرب هذا العرق أنت إجرب وعدك الواقفة بكل أشكالهم من السبعية والخطابيين والمغيريين والنصيريين ومن المرجئة من مرجئة حوزة الطوسي الواقفة بكل أشكالهم حينما يوصفون بالحمير إنهم البشر الحمير البشر الحمير ما هم بالحيوانات الحمير لأن الحيوان الحمار سيكون لسان حاله كلسان حال هذا المجنون يقول لهذا المرجع أنت بضلالك هذا صرت حمارا بشرا حمارا أنا لا أريد أن أسير في مسيرك فأنا حمار فماذا سأكون هكذا خلقه الله خلقه حمارا فلا يلام على أنه حمار لكن المراجع الذين يستبدلون الإنسانية بالحميرية فهؤلاء هم الذين يلامون فإمامنا الجواد هنا حينما يتحدث عن الواقفة من أنهم حمير الشيعة ثم يبين من أنهم أضل من الحمير بهذا المعنى الذي شرحته لكم الإمام الجواد هكذا يقول الواقفة هم حمير الشيعة إنهم شيعة ولكنهم حمير ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام هنا يدخل الحيوان الحمار بل هم أضل سبيلا فالحيوان الحمار أشرف روثه روثه الحيوان الحمار أشرف من هؤلاء من حمير الشيعة الواقفة هم حمير الشيعة رقم الحديث 875 إبراهيم ابن عقبة يقول كتبت إلى العسكري كتبت إلى العسكري إلى إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه جعلت في ذاك قد عرفت هؤلاء الممطورة الممطورة يعني الكلاب الممطورة كما سماهم إمامنا الرضا الواقفة وهذا الوصف لا ينطبق على واقفة زمن إمامنا الرضا فقط هذا العنوان يجري على الخطابية بل الخطابية في زماننا هم الخنازير الممطورة وليس وليس كلابا الممطورة هم الخنازير الممطورة جعلت في ذاك قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي يعني أن ألعنهم في قنوة الصلاة قال نعم أقنت عليهم في صلاتك إلعنهم إلعنهم في قنوة رقم الحديث 876 بسنده عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن الواقفة فماذا قال يعيشون حيارا ويموتون زنادق يعيشون حيارا لما أبدعوا من بدع في العقيدة ولأنهم صنعوا دينا خاصا بهم وهذا هو الذي فعلته حوزة النجف لقد صنعت لها دينا خاصا بها تابعوني في هذه الحلقات مثلما قلت لكم ستشاهدون العجب وستسمعون بالعجب تابعوني في هذه الحلقات نذهب إلى فاصل تابعوني